بلد المئة مليون مواطن كيف أصبحت مصر قنبلة سكان موقوطة؟ لا شك أن أحد أكثر الأخبار لفتا للانتباه في الآونة الأخيرة كان إعلان الحكومة المصرية وصولة اعداد المصريين إلى مئة مليون نسمة رقم هائل إذا تأملت أن هذا الشعب بالأساس يسكن في مساحة خمسة بالمئة فقط من أرضه وفي أثناء ذلك كله يحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حين لآخر من خطرين رئيسيين يواجهان الدولة المصرية أولا الإرهاب وثانيا الزيادة السكانية وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل عدة سنوات عن عودة برنامج تنظيم الأسرة مرة أخرى اثنين كفاية كان هذا عنوان الحملة الجديدة وكان السيسي قد ألمح في أكثر من مرة أن نبرة الحكومة جاه تحديد النسل ستتصاعد شيئا فشيئا خلال الفترة المقبلة لأن الزيادة السكانية تعوق البلاد عن التقدم لكن في أثناء كل ذلك الجدل حول الزيادة السكانية في مصر لا بد أن تسأل لما وصلنا أصلا إلى هذه المرحلة ففي الخمسينيات كان عدد سكان مصر عشرون مليون نسمة فقط بعد ذلك تسارعت الزيادة السكانية لتصل إلى ما نحن عليه اليوم في الواقع يعد مشهد تطور النمو السكاني في مصر معقدا للغاية يمكن مثلا أن نبدأ بنظرة إلى الخمسينيات من القرن الماضي وتحديدا حينما انقلب ضباط الجيش على الحكم الملكي فيما عرف تاريخيا بثورة يوليو لتظهر بعدها قوانين الإصلاح الزراعي ووزعت الأراضي على الفلاحين الذين كانوا قبل ذلك يعملون لدى عدد كبير من الإقطاعيين لم تمر سنوات قليلة حتى جاءت أميم القناة وبناء السد العالي ووعود الدولة المستمرة بقيادة جمال عبد الناصر بمستقبل مليء بالتقدم والخير ليبنى على هذه الوعود زيادة ملحوظة في معدلات المواليد بمصر بعد ثورة يوليو ارتفع عدد سكان مصر من 20 إلى 30 مليون نسمة لكن هذا الحلم الاجتماعي الاقتصادي كان قد وصل إلى نهايته بحلول ما يعرف بالنكسة في العام 1967 عند هذه المرحلة المفصلية من تاريخ مصر انخفضت معدلات المواليد بشكل واضح ليس فقط بسبب مشاركة الشباب المصري في الجيش وإعادة بنائه فيما بعد لكن أيضا بسبب انخفاض مستويات أحلام المجتمع المصري إلى حدود دنيا بعد أن كانت تصارع نجوم السماء في الواقع لم يدرك أحد ذلك إلا بعد فوات الأوان في العام 1965 أي قبل النكسة بعامين كانت حكومة عبد الناصر قد أدركت أن هناك مشكلة سكانية وكانت قد بدأت بالفعل في برنامج لتحديد النسل مع إشارات إعلامية ضعيفة من عبد الناصر نفسه ومع انخفاض معدلات المواليد بعد النكسة تصور رجال الحكومة والمنظرون لتلك الفكرة القائلة بتحديد النسل على حد سواء أن البرنامج الذي أنشأوه كان فعالا جدا لكن مع قدوم حرب أكتوبر 1973 وارتفاع منسوب الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل ارتفعت معدلات المواليد مرة أخرى ساعد في ذلك عدة عناصر منها مثلا ارتفاع نسب الصفر للعمل في الخارج بين العائلات المصرية جاء ذلك في سياق اجتماعي جديد متفائل سكنته وعود الدولة بالرخاء الاقتصادي في ظل السلام المفترض الذي سيعم المنطقة خلال الأعوام القادمة بعد الحرب وإتمام اتفاقية كامب ديفيد ومع سياسات الانفتاح كان كل شيء جاهزا لانفجار سكاني ثاني في الثمانينيات من القرن الفائت حيث وصلت اعداد السكان بمصر إلى خمسون مليون نسمة لا يمكن بسهولة لسياسات الدولة أن توقف سيلا مجتمعيا جارفا من الأفكار حول الإنجاب إذا لم تكن جادة تجاه تلك الخطط لقد كانت مصر الدولة العربية الأولى التي أنشأت برنامجا خاصا لمشكلة النمو السكاني سنة 1965 لكن نظام عبد الناصر ومن بعده نظام السادات لم يتعامل بدرجة واضحة من الاهتمام مع الأمر وفي الثمانينيات من القرن الفائت كان الجدل حول كيفية التعامل مع تلك المشكلة ما زال قائما لكن الدولة في ظل الارتفاع المضطرد لمعدلات المواديد الذي وصل ذروته منتصف هذا العقد كانت قد عقدت العزم على اتباع الطريق الأمريكاني وهي الحد من أعداد المواليد كان حسن مبارك مؤيدا شريسا لتلك الفكرة ومع دعم كبير من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شهدت مصر انخفاضا لمتوسط معدلات المواليد كان الأفضل في تاريخها لكن تلك النسبة توقفت عن الانخفاض بحلول العام 2007 وبينما تساءل البعض حول إن كانت مصر ستستمر في خفض معدلات نمو أعداد السكان وصولا إلى نقطة الاتزان أم لا جاء الربيع العربي لا أحد في الحقيقة يعرف سببا واضحا لذلك قبل 2011 وخلال موجات الربيع العربي ارتفعت معدلات المواليد مرة أخرى في موجة من ثلاث شهدتها مصر خلال نصف قرن مضى بالطبع هناك العديد من الأسباب المتوقعة حيث أدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية إلى ضعف منظومة تحديد النسل وقدرتها على الوصول والتحكم في عدد أكبر من المواطنين خاصة أن السنوات الأخيرة من حكم مبارك كانت قد شهدت انخفاضا واضحا في دعم البرنامج وتوجيه الدعم إلى الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية ومع انخفاض المساعدات الأمريكية للمشروع انخفضت نسبة وصول وسائل التنظيم الأسرة إلى الناس وفي مقابل ذلك ارتفعت أسعارها في الصيدليات أضف إلى ذلك أن مشروع تحديد النسل كان يخوض معركة جانبية مع بعض الآراء المحافظة المنادية بالتكاثر وما إن أصبح المشروع هش حتى امتلكت تلك الآراء بعض القوة خاصة بعد الثورة المصرية في 2011 في النهاية فإنه يمكن لك أن تلاحظ هذا التراجع لدور تنظيم الأسرة بصورة واضحة في رواج حبوب منع الحمل مقابل استخدام اللولب الرحمي ما يعني ميلا أكبر لدى العائلات لفترات قصيرة بين الطفل والذي يليه حيث يمكن إيقاف الحبوب في أي وقت بينما يمتد أثر اللولب وهو آدات توضع في الرحم يمتد أثره لسنوات ويعني استخدامه ميلا ناحية تأجيل الحمل لفترة أطول في كل الأحوال فإن ما حدث في مصر خلال قرن مضى كان تراكما لعدد من المشكلات فوق مشكلة رئيسية لقد دخلت البلاد هذا القرن بمعدلات خصوبة مرتفعة نحو من 6 إلى 7 أطفال لكل امرأة وحينما أدركت الدولة المشكلة أو قلة تعاملت معها كمشكلة كان ما تبقى هو الدفعة أو الزخم السكاني الطبيعي الذي سيقود مصر إلى دولة 120 أو 130 مواطنا بحلول العام 2030 وبالتالي فإن ما يحدث ببساطة هو بالفعل تحول ناحية نمو سكاني أقل لكنه تحول حدث ببطء فتسبب فيما تتعامل معه الدولة الآن ككارثة لكن هل سوف تزداد المشكلة سوءا؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نضع في الاعتبار عدة معايير تتعلق بالاقتصاد المصري والرؤية السياسية كنقاط أساسية بمعنى أن برنامج تحديد النسل ستؤثر بالفعل عن النمو السكاني إذا طبقت باحترافية ودعمت بشكل جيد لكن ذلك لا يشير إلى أنها ستنخفض بشكل مستمر إلى النهاية يمكن أن تتكرر تجربة ثبات المعدلات لفترة طويلة قبيل ثورة يناير خاصة أن مصر تعاني من عدة مشكلات تتعلق جميعها بالأزمة الاقتصادية الأخيرة على سبيل المثال كان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف قبل عامين عن ارتفاع نسبة التسرب من التعليم في مصر والتي بلغت نحو مليون ومئة ألف متسرب سنويا وتنوعت أسباب ذلك بين المشكلات المادية أو عدم القدرة على الوصول إلى المدرسة أو الزواج المبكر الذي حرم سبعون ألف طالب من استكمال تعليمهم في النهاية تحتل مصر المرتبة الأولى عربيا في ظاهرة الأمية منذ سنة 2014 وحتى الآن بنحو عشرين مليون أمي الحصول على تعليم جيد للفتيات بشكل خاص يرفع من درجة قبول العائلات بإعداد أطفال أقل خاصة حينما تتخذ سياسات تمكن المرأة بشكل أفضل في سوق العمل فالنساء اللواتي يمكن أن يحافظن على أنفسهن اقتصاديا لديهن حافظ أقل للزواج مبكرا وللتدخل في قرار الإنجاب بشكل عام يمكن أن تطبق الفكرة نفسها على نطاقات الصحة أيضا وفي العموم فنحن نعرف أن الدول المتقدمة ذات نسب نمو سكاني أقل وقد رصدت هذه العلاقة بوضوح في بعض الدول التي تحولت إلى مستويات اقتصادية أفضل لكن الأمر لا يتوقف فقط على الدخول بل كذلك سياسات التنمية أو كما قال كرانسينكا السياسي الهندي ذات مرة التنمية هي أفضل وسائل منع الحمل يضع ذلك مصر في منطقة وعرافة على الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات القليلة الماضية فإنه ليس من الواضح لنا طبيعة السياسة التي ستنتجهجها الدولة خلال الأعوام القادمة للعمل على حل مشكلة الانفجار السكاني التي توصف من قبل الإدارة المصرية بأنها التحدي الأكبر حاليا خاصة أن ملفات التعليم والصحة تحديدا تواجه مشكلات كبيرة في أثناء ذلك يتوقع أن يصل تعداد البلاد بحلول نهاية القرن الحالي إلى 200 مليون نسمة